الزوج و الزوجة جالي لحضرتك وقالوا لك احنا بقلنا فترة من الوقت ما حصلش اي حمل حضرتك يعني ايه لي خليك تقول الزوج و الزوجة محتاجين ان هم يعملوا حقن مكان اولا لان ما بيجي الزوج و الزوجة اول حاجة بنراجع كده طريقة حياتهم اصلا هل هم عارفين الدورة الشهرية بتاعت السعيدة بتمشي ازاي وقت التبويد بيبقى امتى لانه بعض الساعات بيبقى الزوج بيشتغل او بيسافر كتير وما بيتقابلوش في وقت التبويد نفسه فيبقى ما عندهمش اي مشاكل لكن اللي بيحصل ان هم ما بيتقابلوش في الوقت المفروض يتقابلوا فيه عشان يحصل حمل فبنبتدي نحاول نوفق الوقت ده واشرح لهم كويس قوي الشهر بيمشي ازاي وامتى ايام التبويد بتاعت الزوجة فبالتالي نبتدي نجرب لكذا شهر انه هو يحصل مقابلة في الوقت ده عشان يحصل حمل حالات كتير منهم بتحمل لو ما حصلش بنبتدي نشوف الاسباب اللي بتؤدي لتأخر الحمل اولا طبعا بنلجأ انه الزوج يعمل تحليل لانه هو الزوج عنده سبب واحد او تحليل واحد بيبين هل السائل منه بتاعه مناسب للحمل ولا مش مناسب يعني حاجة بتبدأ بالزوج الاول اول حاجة بعد كده نمتدي نمشي مع الزوجة لان الزوجة عندها اسباب كتير جدا ممكن تأخر الحمل وفي حالات بيبقى الزوج والزوجة سلام 25 امام الحالات بس ما بيحصلش حمل بنسميه unexplained infertility او تأخر حمل بدون سبب دول بيبقى مشكلتهم اصعب شوية لان هما ما عندهمش سبب فهم مش عارفين ليه هيلجأوا الحل تاني طالما هما سلام واحنا كمان ما عندناش الحل ما عندناش السبب الزوجة بقى بنبتدي معاها خطوة خطوة اولا نبتدي نتأكد ان التبويض شغال طبيعي انه في وقت التبويض بيحصل فعلا الميبيا بيطلع بوايضة وبعد كده نبتدي نشوف لو الانبيب مفتوحة ولا مش مفتوحة وهل بتعدي البوايضة تقدر تقابل السائل منه ولا بعد كده نخش على تجويف الرحم ونتأكد ان تجويف الرحم سليم ما عندناش حاجز رحمي ما عندناش لحميات بتعوق انه التصاق الجنين في الرحم مع حجم الرحم طبعا يبقى سليم بعد كده نبتدي نشوف مشكلات هرمونية او مخزون الميبيض او الاسباب التانية اللي بتؤدي لتأخر الحمل بعد كده نبتدي نلجأ لعلاج الكلام ده سواء كان مثلا لو الانبيب مفتوحة والرحم سليم والزوج تحليل وسليم نبتدي نلجأ للتنشيط عادي ومتابعة ونحاول برضو نحصل حمل طبيعي قبل ما نلجأ للحقن المجهالي